موسيقى وبكده نكون شفنا مع بعض الخوار الخاص بالتزوى كده بالاستضافة او بانك تكون قضيف وعرفنا قد ايه ان مهم جدا ان احنا نقرر ورا بعض الجمل اللي احنا بننطقها علشان تقدر تتكلم بالظبط زي ما الصناعين بيتكلموا اهم حاجة وانت بتكرر الجمل تاخد بالك كويس جدا من النغمات والنفس واحنا بنقف فين بالظبط واحنا بنتكلم الوقفات بتفرق جدا جدا في اللغة الصناعية لان الوقفة الوحدة هتقدر تديني معنى مختلف لو قفت في موقع تاني في الجملة تعالوا دلوقتي نستكمل مع بعض الجزء الخاص بالتمال عشان نتأكد كل المعلومات اللي احنا تعلمناها بشكل مصبوط يلا بينا خلونا قبل ما نبدأ في التدريبات دلوقتي ان احنا نشوف مع بعض حاجة خاصة شوية باللغة الصناعية وهي ملاحظات لغوية ممكن تكون الكلمة تترجم بشكل حرفي ولكن لها معنى تاني في اللغة العامية زي ايه؟ اول حاجة عندنا كلمة ترجمناها قبل كده مع بعض ان هي معناها شوية تأدير ومودة من فضلك اقبالها مني وعرفنا ان دي عبارة عن تفضل بقبولها ودي طريقة مهزبة جدا باستخدمها لما باجي اقدم الهديا لحد بكل بساطة معناها ايه باللغة العامية عندنا معناها دي هدية بسيطة جدا والله مش مقيمك تفضل بقبول الهدية فدي بتكون طريقة مهزبة شوية ان انا اقدي بها هدية لحد نقولها تاني مع بعض معناها هدية بسيطة جدا ايه باللغة تقبالها مني نشوف مع بعض نقطة تانية في الملاحظات عندي كلمة شمطو سين يعني ايه كامل شمطو؟ مش اي اداة استفهام او مش اي ضمير استفهام اشوفه اعرف ان هو خاص بالجملة استفهامية هندرس مع بعض بعد كده ان كلمة شمطو معناها اي حاجة شمطو معناها كل شيء او اي حاجة فكمل شمطو سين لو نفتكر كده مع بعض كامل سين معناها اوكي او حسنا تمام وان ان هي بالعامية زي انا كده كلمة ماشي فكمل شمطو سين معناها كل حاجة تمام كل حاجة ماشي مستخدمينها في النص مع بعض النهاردة او في الحوار ان معناها كل شيء مقبول كل شيء تمام بنستخدمها عشان دي بتكون طريقة مهزبة عشان ارد على السؤال اللي هو نيخو شمع نيتشر شمع تاكل ايه تشرب ايه مش لازم بكل سهولة لو انا نضيف اقول لحد على طول انا هاكل كذا او انا هشرب كذا ممكن اقوله اي حاجة انا مش هتفرق معايا فبنقوله شمطو سين وممكن استخدم كلمة سوئبين لوحديها اللي هي كما تريد كما يحلو لك كلمة شمطو سين ممكن برضو انكون عليها جمل تانية فممكن اقول شمطو كياء شمطو كياء يعني كله ممكن كله تمام ممكن اقول ان انا معرفش اي حاجة هستخدم كلمة شمطو فتيجي تديني معنا اي حاجة شمطو بو جدع معناها اي حاجة انا معرفاش او معناها انا معرفش اي حاجة نبدأ دلوقتي مع بعض في الجزء الخاص بالليان سي الجزء الخاص بالتمرينات وزي ما قلنا ان جزء التمرينات دايما بيكون مهم علشان اتأكد ان كل معلومة درسناها مع بعض عارفين نوظفها بالشكل الصحيح نبدأ كده مع بعض في اول تمريم معنا عندي الكلمات اللي قدامي كلمة شون لي شون لي معناها بيسر بسلاسة بسهولة وقلنا بنستخدمها دايما لما بيكون في حاجة من المتوقع انها تمشي معايا بصعوبة او متوقع ان يكون فيها صعوبة ولكن في النهاية الموضوع مشي معايا بسلاسة وبسهولة نيجي بعد كده الكلمة ودي صفة معناها مبسوط او سعيد عندي بعد كده كلمة ودي كلمة معناها جعان في اللغة الصناعية هنشوف مع بعض دلوقتي اول جملة ونشوف ان هقدر نختار ايه اول جملة بتقول ويو دي ار كذا شوف كده مع بعض الجملة التانية معناها ايه شما دو كي لسه قلين كلمة شما دو شما دو معناها اي حاجة كذا اي حاجة تمام وكي معناها ممكن شما دو كي يعني اي حاجة تمام اي حاجة ممكن وعندي الفعل بتاع ش اللي هو يأكل فش شما دو كي ش شما دو كي يعني اكل اي حاجة تمام مش هيفرق معي الجملة الاولانية بتقول ايه ويو دي ار كذا دلوقتي نشوف مع بعض الكلمات اللي موجودة عندي كلمة شو اللي بسهولة ويص بعد كده عندي كلمة يا طرق انهي ايجابة هتكون صحيحة طالما ظهر عندي حاجة خاصة بالاكل يبقى اكيد الاجابة هتكون كلمة معناها ايه معناها جعين طيب انا دلوقتي عندي كلمة ويو دي ار و يو دي ار كلمة يو دي ار بتديه نفس المعنى بتاع كلمة اي دي ار قليلا من الفرق ما بين كلمة يو دي ار و اي دي ار ان اي دي ار اللي سبق لنا ان احنا درسناها مع بعض معناها قليلا من وييجي دايما بعدها الاسم اما يو دي ار بييجي دايما بعدها الصفة ولكن الصفة بتكون غير محببة او محبزة للمتكلم يعني أنا جعان شوية فكلمة أن أنا جعان دي حاجة من أنا أكون جعان دي مش حاجة كويسة أو مفضلة بالنسبة لي فأن أنا أقول جعان شوية دايماً هستخدم ساعتها كلمة فهقول أنا جعان شوية أي حاجة تمامها كلها مفيش مشاكل هنشوف دلوقتي مع بعض الجملة التانية الجملة بتقول هنشوف دلوقتي الجملة واحدة واحدة معناها نكمل كده مع بعض ونفتكر إن دي قولنا نحط عليها دايرة أول ما نشوفها وناخد الجملة من وراء لقدة أول حاجة بتقول إيه؟ معناها إيه؟ طريق أو في طريق العودة إلى المسكن الجامعي يبقى النهاردة قولنا لما بنلاقي دا بنعلم عليها دايرة ونبدأ ترجمة الجملة من وراء قدامها عشان نسهل على بعض عملية الترجمة فبالتالي طريق أو في الطريق العودة إلى السكن الجامعي فلو شان هبدأ ترجمها في طريق أو على طريق العودة للسكن جملة كلها معناها في طريق أو على طريق العودة إلى السكن الجامعي النهاردة ته هنطوء العربيات كانت كتير جدا بوتحاي بوتحاي وما كانتش كذا للغاية هل هقول بوتحاي جاوسين ولا هتقول بوتحاي شون ليه؟ مظبوط الإجابة عندي هتكون بوتحاي شون ليه؟ ليه هقول بوتحاي شون ليه؟ لأن كما الشون لي قولنا أن هي بتعبر عن السلاسة واليسر في فعل الحاجة وطالما الحاجة ممشيتش زي ما أنا كنت عايز ممشيتش بسلاسة ويسر هقول بوتحاي شون ليه؟ يعني الموضوع ما كانش سهل وفي يسر وسلاسة هنشوف مع بعض دلوقتي آخر جزء في التمرينات عندي هشوف صورة بسيطة وهنشوف المعنى ده إيه؟ أول كلمة عندي كلمة ش بعد كده عندي كلمة رح بعد كده عندي كلمة سيندين هنم التدريب ده إحنا عايزين نقيس هل أنت دلوقتي قادر على أنك تشوف الرمز وتشوف الصورة وتعرف معناها؟ أول كلمة عندي كلمة وبعدين وبعدين كلمة والصورة اللي قدامي إن حد بيأكل بكل بساطة هتكون أنهي مظبوط هتكون عندي كلمة معناها الفعل الأساسي بمعنى يأكل طب بقيت الكلمات معناها إيه؟ نفتكر كده ببساطة كلمة اللي هي الشاي كلمة واللي درسناها مع بعض قبل كده ودرسناها النهاردة اللي هي معناها تفضل بالدخول يبقى عندي أول كلمة يأكل اللي هي تبعي الصورة بعد كده عندي كلمة اللي هو الشاي بعد كده عندي كلمة اللي هو تفضل بالدخول هنشوف دلوقتي مع بعض الصورة اللي بعدها أول كلمة موجودة قدامي وهي كلمة بعد كده عندي كلمة عندي بعد كده الكلمة الأخيرة هو كلمة الصورة اللي قدامي المفروض ان هي صورة عصير وعصير زي ما قلنا عصير فرش طبيعي طازة أول كلمة عندي كلمة اللي هي فعلا أساسي بمعنى يجلس أو يركب بعد كده عندي كلمة اللي هي كانت المفروض معناها أوتوبيس أو معناها حافلة آخر كلمة بالضبط وهي مفروض الكلمة الصحيحة كلمة عصير نفتكر حاجة مع صغيرة عن كلمة إن كلمة معناها الثمرة أو كلمة اللي هي كلمة الفكهة والده ده معناه العصير فبالتالي لما بحب أعبر عن أي عصير فرش أنا هشربه باخد الفكهة نفسها وبستخدم بس الرمز بتاع كلمة على سبيل المثال لما قلنا كلمة بطيخ اللي هي وقلنا عايز أقول عصير بطيخ هقول سي جواع جز سي جواع جز هستخدم بس كلمة جز اللي هي أساسها كلمة العصير وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا مع بعض النهار ده ونأكد على حاجة تانية مهمة إن أي كلمة لازم تتعلمها لازم تعرف تحطها في الجملة الصحيحة بتاعتها ومش لازم تكون جملة معقدة بل بالعكس تكون جملة بسيطة عشان أعرف استخدامها في الموقف الصحيح مع أي حدثيني كمان كدر التكرار ده أكتر حاجة هتساعدني في عملية المحاذة مع أي حدثيني وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا مع بعض النهار 好的 那我们到此结束 再见